نكمل المحاضرة طبعاً من الفيديو السابق حشيت عن أنه أنا شوان أضيف الدوريشن والأرلي ستار والأرلي فنش والأرلي فنش للأكتيبيتي بوكس مثل ما لاحظت أنه أنا أكيد كل أكتيبيتي بها أرلي ستار والأرلي فنش راح أتمنى على الدوريشن مثلاً يعني بيت اليوم خمسة هي خمسة عشر يوم فأكيد راح خلص يوم وعشرين يعني خمسة وخمسة لحسر عشرين بالنسبة للسي بيت خمسة هي ديوريشن مرتها أو وقتها أو مدتها عشرة أيام فأحضيف خمسة وعشرة حسر خمسة عشر وبالنسبة للدي نفس الشي هي من خمسة وخمسة لحسر عشرة فأعني عندي ثلاثة اكتيبيتيز تبدي بالتزاون أو بالتوازي سواء بس تخلص كلها كل واحدة يعني موقت مختلفة تبدي تخلص الأولى بيوم عشرين تخلص تانية بيوم بمسة عشرة فأني الاختيبيتي اللي وراهم اللي هي الاف راح تبدي بالأكتيبيتي الأبعد يعني مثلاً هسانا مو عندي عشرين بمسة عشر كده راح تبدي عندي الاختيبيتي هاي بيوم عشرين هي تطول عشر أيام فرح تخلص بيوم ثلاثين وتستمر الحد آخر شي اللي هي الاختيبيتي ايش اللي هي آخر اكتيبيتي عندي بال بالورك نتورك هاي ملاحظات حجينا عنها احنا بالخلال شرح السؤال أو خلال شرح المثال وهاي اللي هي الارلي فنش راح تكون الارلي فنش lovesارا ها أنه انا شو relatه Hait mali استخدم الأيرلي فنش للالاكتيبيتي حتى الارلي فنش بالتاري و今天 إلا إذا كانت وبمي последعام دييلي أو لاغ чтоيع серواب تولها انتبي للاكتيبيتب للاضطول من تتابعة متشابهة وهي الملاحظة الأخيرة إنه أنا عندي إذا عندي قبلها أكثر من إكتباتي واحدة فرح أأخذ يعني النهاية أو الأعلى بالنسبة للإكتباتيز التي تسبقها يعني هنا أخضرناها أعتقد C أو B كانت 20 فأخذناها فيها بهذا المثال رح نأخذ Late Start أو Late Finish إذا كان عندي Lag أو Slack سيكون هنا، Late Start هنا أو Late Finish هنا نفسي جينة عندي A بدأت بالصفر فأكيد تحتمتها بالخمسة الشيء ما عندي Slack هنا، ما عندي Delay شوكت أضيفاً؟ أضيفها لما يصير عندي Slack هنا بالنسبة للبي والسي والدي شوكت أسوي الأرلي فنش إلها متساوية لما أكون Backward يعني أجي منها أوكي؟ أجي منها وأحطين يعني عندي أول شيء، الفنش ماتي رح تكون 235 نقص منها 35 ديروشن رح تكون عندي الأرلي، Late Start رح تكون 200 بالنسبة للأرلي، اللي رح تكون 200 والجي 200، بس هاي رح نقص منها 15، رح نقص منها 185، رح نقص منها 170، رح نقص منها 30 30 رح تكون Early Finish اللي قبلها، فأخذ منها 10، رح نقص منها 20 20 رح تنضاف الكل واحدة من أجدهم، تمام؟ ليش؟ لأن أنا رح أخذ Early Start للأكتيفتي اللي تكون بعدهم، فأحطهم 20 20 وأشجي 20 و 25 قوة، 20 و 25 و 25 و 200 أوكي؟ الملاحبات التي ذكرناها السابقة، أنه لـ Late Start رح تكون Late Finish نقص Duration أنه أنا أخذ Late Start غapa، خلّها The Next Activity رح تكون Late Finish إذا كان Burst Activity يعني تطلع منها أكثر من Activity أو الاروز تطلع منها أكثر من Activity راح أخذ Smallest LF Late Finite راح أخذها Smallest وأضيفها ل Proceeding Activities مثل ما بينا بالمثال أو شي يسمو Free Slack or Float هال Amount of Time and Activity Can Be Delayed يعني مثلا عندي في التأخير معي مثلا بلوقت الحالي لما هاي مشاريع أكثر بسبب الكورونا فاصل عندي Delay or Lack or Slack or Float فهنا هادا أستخدمه ايام تأمين أريد أحدد Early Start to Early Finish أو Late Start to Late Finish تمام؟ Total is Slack هاي كل Amount of Time and Activity Can Be Delayed ها الكريتكالبث شنو هو Least Slack In Common بالنسبة للكريتكالبث بي أو ها ها هاي ها هي ستجد كمات كريتكالبث وكريتكالبث 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 لذلك استخدمه يعني اكيد هنحن رح نتأثر بالسلاك رح نتأثر بالدلي اذا صار دلي او تأخير فهذا الدلي اذا صار باكتيبتي وحدة رح يأثر الاكتيبتيز للنتوك كلها صح انا يكون عندي ارجنال كريتيكال بارف رح يكون ها ثابت مو يعني ما يتغير بس اكيد رح يصير تغير في الديوريشن في اثر لي على تنفيذ المشروع هس هنا انا رح حضيف الاسلاك شوفو الاسلاك هنا رح يصير مكانه هنا رح يصير الاسلاك بالحالة طبيعية عندي الاي ما بيها اسلاك فأكيد رح تخلص بالخمسة تبدي الخمسة بخمسة بخمسة للبي والسي والدي البي ما بيها اسلاك فعادي يعني خمسة بخمسة عشر عشرين سي بيها سلاك خمسة في خمسة بعشرة خمسطعش هاي الأرلي فنش بس أنا مدام عندي سلاك رح يصير لإللي اللايت فنش رح تكون عشرين تمام؟ وبنسبة لدي نفس الشي انه أنا خمسة بخمسة عشرة بس عندي سلاك أو ديلي عشرة فعشرة وعشرة حصير عشرين تمام؟ فأنا من أخذ على الاكتيبيتي اللي بعدها ما أخذ العشرة لا أخذ العشرة لإللي اللايت فنش هذا كان عندي سلاك وهذا تشوفون هنا اللايت نفس الشي انه بيها سلاك فأنا أبديه بالعشرين وخمسة عشرة خمسة وثلاثين بس يعني إذا تشوفون هنا عندي بالليت فنش ميتين ميتين ضفت السلاك اللي خمسة عشرة أوكي صار عندي ميتين والعشرين بدل ما يكون الخمسة وثلاثين اللايت فنش ماتي رح أصير ميتين أضيف خمسة وثلاثين الى مية وثلاثين رح أصير عندي ميتين فهي جسر فأنه أنا أضيف السلاك للديوريشن لازم يعني أخذ اهتم بشنو؟ اللوجيكال إررار داخل النتورك النمبر أكيد أهتم لأترقيم أستخدم الكمبيوتر حتى أنه أنا أسوي النتورك أستخدم الكمبيوتر حتى أنه أنا أسوي النتورك أستخدم الكلندر ديت فالتقويم معين عندي بالتواريخ صحيحة أستخدمها حتى أنه أنا أحط لوريشن صحيحة وإن تايم وستار تايم للأكليفتي يكون صحيح خاصة إذا كان عندي ملتبل ستارتس ملتبل برويشن ملتبل برويشن يعني أكثر من برويشن ينفذ من بنفس الوقت هذا اللوجيكال لوب إنه أنا عندي A و B بس أحتاج أوقات إنه أنا لما أنفذ B أرجع لل C وبعدين أرجع لل A يسمونه اللوجيكال لوب فيستمر هذا ال الأكتيبيتي أو هذا اللوب أو هذا النيتورك بالحضور ها هم هنا عندي مثال Air Control Project بعيدة ستارت وعندي الFinish راحوا التواريخ اليهن موجودة shut the duration is good مصطعش يوم يعنى أضيفها على ال Start و أسوي الFinish بس إذا تشوفون هنا كل اكتيفتي موجودة إلها ID خاص بها هنا عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 The last one فأنا يعني حسب الproceedings يعني مثلا سأعني هذه الاكتيفتي تسبقها تسبقها الاكتيفتي 4 فأخليها هنا تمام هي تسبق الاكتيفتي 7 تمام 7 تسبقها 6 وال2 تمام فأضيفي الشغلات إذا كان عندي Slack أو Delay أضيفها من وأخذها بنظر الاعتبار ها هذا هنا Microsoft Project أكو برنامج اسمه Microsoft Project إذا أقدر أنطيكم في المثال عالية وخلي أوضح لكم مني إذا صار عدة وقت بالنهاية هنا أكو تكنيك أكو لادرين يعني صار مثل شوان السلم Activities are broken into segments إنو أنا قسم الأكتيفتيز إلى segments أو أجزاء ويصير على شكل اللادر أوكي ما يصير به تأخير أوكي هنا عدنا لاكز إنو أنا أكوفت تأخير معين يصير حتى إنو أنا أكوفت activity ما تمدع activity اللي قبلها فأنا أضطر أخر activity حتى أبدي activity اللي بعدها تمام؟ فأنا لازم أسوي آآ التقسيم أو broken down لنكثي activity activities الطويلة حتى إنو أنا أضمن إنو التسلسل يكون صحيح آآ وكل شي يمشي بصورة صحيحة أوكي إذا تشوفون إنو أنا نفس الشي هنا نفس الشي قد نلاقي خمسة أيام فأنا أضطر أجي activity Q حتى الحد ما تتخلص activity B مع إنو جا تشوفون إنو أنا مو هي معتمدة عليها بالفنش إنو أنا مو أخلص بي يلا أبدي Q لا activity B لنفرض أنا أقول إن بعد ما أبدي activity B بخمسة أيام أبدي activity Q تمام؟ هنا اللادي لايكس إنو أستخدمي لايكس أول شي أتأخر ثلاثة أيام وأبدي activity ثانية بعدين أخلص أو أتأخر ثلاثة أيام حتى أبدي الرفل الone mile أوكي ما يمس الشي همين لازم تطرعون عليها الأمثلة ها اللي هنا مثلا عندي prototype إذا أسوي prototype لذلك أسوي testing أوكي في يعني إنو أنا أستمر إنو أسوي prototype وأسوي testing لحد ما أنجح بالنهاية إنو أنا أسوي prototype اللي مناسب إلي في activity من أخلص راح تكون يام تشوكة testing راح يكون إنو تتخلصها وأبدي بال testing تمام؟ نفس الشي بالنسبة هنا أنا أستخدم delay والlags شوفوا تخرج باللاج هنا ثلاثة أيام حتى أدب هاي activity ونفس الشي بالنسبة للبقية هنا راح تشعل نهمك activity شوني نهمك activity هي activity تمتد على مدى مجموعة من activities أوكي duration مرتها أو مدتها تحسب بعد ما أكمل network plan أوكي أ بس إذا نشوف الهم مثال لله هنا 혼자 τι تشفون هنا هذه activity تمتد على طول الثلاثة هي b'd've أوكي عند أبدأ بيها هنا آ jemand أصوي لاغ معين وأبدي بهذه activity اللي هيه clutch activity تنتهي بآخر واحدة ما هي المحافرة التي استخدمها في هذه المحافرة استخدميات، اكتيبتي عن أروا، اكتيبتي عن نود، برست اكتيبتي، وغيرها سوف نسخطط عليها من هنا وهذه هنا أمثلة سوف أتحدثكم عن البرنامج ميكروسيك بروجكت حتى تعرفون كيف تستخدموا هذا البرنامج ليس مهم في البرنامج برنامج مهم في البرنامج طبعاً، هناك نوعين من المثلين نستخدمها حتى نقوم برنامج بروجكت ونوات بس نحن نستخدم هذه السمسطر إن شاء الله، اكتيبتي عن نود هناك لسلات البقية بها اكتيبتي عن نود ممكن تطلعون عليها وشوفون شن الفرق بين اكتيبتي عن نود الـ AON والAOA وهنا من هناك فاد مقارنة وفاد اختلافات بسيطة بين النوعين المفهول تطلعون عليها بالدقاقة الجاية، راح تشوفون فيديو يشرح شون تستخدم الميكروسوفت بروجكت طبعاً هو برنامج نستخدمه لبروجكت مانجمينت نحدد بيه الاجتماعات ونحدد بيه الريسورسي ومعرف شنو ممكن تستخدمونا جود باي نقول لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة